فريق من العلماء قال حاجة مهمة جداً بتريليون دولار أنا حوالها صحيح أي فريق من العلماء يا حوالي تبقيباً 340 أو 345 عالم بالعدد يعني 345 عالم دول منهم الشافع ومنهم مجاهد ومنهم العز بن عبد السلام من المتأخرين جداً ومنهم مبروك عظيم قالوا بأن العيشة ضنك الوردة في القرآن الكريم ليس معناها القحط والفقر والنوم على الأرض وعدم الأكل والشرب قال يبقى ساكن في البرج العديد وعنده همه وقد عققه همه دي بقى عشان تعرف بس إن احنا عشاء نكد وغشاشين لبعض يعني الواحد بغش نفسه إنه يبقى عارف الحقيقة ويزوغ عنها عشان فيه ودحك عليه زمان والله فيه وحد دحك عليه في عقله وهرش في عقله نبر في قلبه في حد دحك على حد بوص حياته كلها صدقنا أنا صدقنا شفو آه والله بص حديث أنت غشيت نفسك لما فتكرت أهو يا عم من العايشين ما فكرتش في الألوة 345 عالم دول أني برغم كل ده نفسيته مش مرتاحة أنت ما همكش النفسية أنت عايز تثبت لنفسك وشيطانك يريده أن يثبت لك بأن هذا الإنسان فول ماركت في النفسية والمادية وكل الحال أنت ما تعرفش هو عمل إيه؟ يلا ألا إله إلا الله قلت أنا فكرتك به ما هو أصل إحنا لينا رب هل تعلم مش ريب بيه أن أنا عندي كتاب مطبوع اسمه التعرف على الله وبفكر أن أنا خائب وكنت فاشل كتبت تكتبون صفحة بس المفروضة كتبت 3,000 معلش هعيده إن شاء الله لو أنا عايش التعرف على الله ده معلومات مش إنك كتبت أعرف ربنا هو على إله إلا الله لا إله إلا الله رمضان جانا رمضان جانا مش هنكسب مش هنكسب التعرف على الله معلومات شور مليار في المية صحيحة هو ربنا تكلم عن نفسه وقال لنا أنا مين وربنا من كلامه عن نفسه قال أنا أرزق من أشاء بغير حساب إن سبقى النمبر والحسوب والمليارات بغير إيه هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب واحد بس يقول لي بغير حساب يعني بلا عدد في سؤال قد كده والإجابة بتاعته كلمة حقه هل تظن أن الذي يشاء الله أن يرزقه بغير حساب غشاش يبقى بلاش الرب ده يخدها من الآخر يعني ده يبقى رب مش هيكفأ أو ياخد وهو بغش لا بغير حساب يعني رزق كمان أنا حقول لك معلومة في الرزق بتريلون دولار العلماء اختلفوا في مسألة الرزق فذهب بعض العلماء إلى أن الرزق لا يبد أن يكون حلالا الحرام لا يقعد رزق تعريف كلمة الرزق آي يا فاندي لا تعريف كلمة الرزق كل ما ينتفع به لا تعريفه يعني هو إيه لا ده لغوي وترزمين جوا برزق لا شرعا كل ما ينتفع به ما اللي حريك بتقوله دي بقى اللي أنا بقوله بقى هل الرزق اللي هو ما ينتفع به الألم ده سرقته ده رزق ده رزق إيه ده رزق إيه لا وجماعة قالوا الرزق يكون حلال وحرام بقى اللي ربنا يكرمه يرزقه من حلال واللي ربنا يلعن أم اللي جابه أم فكره يرزقه من حرام وقاله إذا اشتد كمان غضب ربنا عليه يبريكه في الحرام